قبل أن نشرع في مواضيع حلقتنا تعليق سريع حول الحلقة الماضية التي أثارت ضجة كبيرة في صفحات التواصل الاجتماعي عن وحدة تنسيق الدعم والإغاثة أحب أن أوضح ما يلي نحن ما توجهنا من لندن إلى غازي عنتاب إلا لأجل أن ننتشل الناس من الشائعات والأراجيف والاتهامات المبنية على شخصنا في أحوال كثيرة وعلى المصلحة الشعبية في أحيان قليلة ونضع الناس في الصورة الحقيقية للوحدة من خلال زيارتنا وعرضنا ما الذي فعلنا هل اكتشفنا فسادا في الوحدة نعم هل اكتشفنا اختلاسات نعم سرقات نعم عدم توثيق نعم شلالية نعم توظيف ناس لا تستحق من المضربين أو من غير المضربين نعم هناك مطالبة بالمحاسبة والتحقيق وهي برسم الاتلاف الوطني وهو على ما يبدو لن يتحقق إلا لما بعد انتخاب الرئيس الجربة بعد أسبوعين أو ثلاثة لا أدري التاريخ بالضبط الأشخاص الذين لمزت السيدة الأتاسي إليهم برفع دعوة قضائية ضدهم أو اتهامهم بالاختلاس والفساد والمحسوبية وتحميلهم المسؤولية لهم مطلق الحق أنا أقولها في الرد على ذلك من هذا المنبر ويا أهلا وسهلا بكل شخص يريد ذلك نحن لسنا هنا لا للدفاع عن أحد ولا عن وحدة الدعم والإغاثة ولا للطعن بها أيضا نحن زرناها اعتمدنا على وثائق ووجهنا كل الأسئلة للسيدة الأتاسي وأجابت عنها من لديه تحفظ أو رد يتفضل أهل وسالفي ولن أخوض في دقائق وتفاصيل أخرى يعني لا تفيد ولا تقدم ولا تؤخر بعدين في ناس قالوا وين زيارتك للإتلاف والمجلس الوطني وبقية المؤسسات أنا بقول لكم أنا جاهز والإتلاف والمجلس مطالب بكشف مالي بالأموال التي وصلته من أين أتت وفيما أنفقت إن كان هناك فساد يجب أن يفضح في ذلك انتهى هذا التوضيح البراميل المتفجرة الآن هي حديث السوريين هي حديث قديم جديد بكل أحوال جميعا سيما في حلب التي أصبح اسمها من حلب الشهباء إلى حلب الشهداء لكثرة العشرات آلاف الضحايا فيها التي تأن من الحصار والبرد والخطف والتشويل والفراغ الأمني والوضع المعيشي الصعب واللا إنساني ومع ذلك أهلها ما زالوا يفضلون الموت على أن يسألوا الناس إلحافة في تركيا أو لبنان أو العراق أو دول الجوار ألفوا الموت كما ألفوا الحياة تعودوا عليه كما تعودوا على إشراقة كل شمس وغروبها في مدينة حلب البراميل المتفجرة قصتها قصة في سوريا ليس في حلب الجريحة لوحدها فقط بل في كل سوريا لكن لماذا نضيء؟ لأنها في حلب أسبوع كامل عانت من هذه البراميل المتفجرة البراميل المتفجرة والخطل العشاء وياريت براميل حاويات زبالة حاويات قمامة بالكامل تغذف من الجو وتنزل على المدنيين والأطفال ما هي البراميل المتفجرة؟ عبارة شرح بسيط يعني لغير السوريين لأن السوريين كلهم عارفينها يعني عبارة عن قملة ضخمة تكون إما في قالب معدني اللي في التعبير المحلي قازان قازان يعني غير صالح للاستخدام أو براميل عادي أو اسمنتي مزود بمروحية دفع من الخلف وصاعق ميكانيكي في رأس المقدمة يصل وزن البرميل الواحد يصل وزنه أحيانا إلى ربع طن متفجرات مزود بحوامل لتسهيل عملية وضعه في الطائرة محشوة بمادة TNT سريعة الانفجار الانفجار يضاف إليها مواد نفطية مع قطع معدنية يعني صمن براغي بسمير قطع حديد عيار 12 عيار 16 لكي تكون شضايا ولكي تقتل أكبر عدد من البشر حين تفجيرها والمدنيين هم أكثر الضحايا يتم إلقاءها من الطائرات المروحية أو العمودية تسبب دمار كبير لاعتمادها على مبدأ العسكري السقوط الحر بوزن كبير كلفتها التصناعية رخيصة جدا وأقل بكثير من كلفة الصواريخ وتعتبر من الأسلحة العشوائية بتعرف الصواريخ الموجهة بتكون يعني صابتها الدقيقة والناس في سوريا العالم الآن ينظر إلى سوريا شعب يذبح بعضه وبعضه النظام يضرب معارضة تضرب إلى ما هناك لذلك خلص مفارقة فأضرب عشوائي وخلص لا بتصيب لا بتخيب أكثر التعداد الشبه الدقيق يعني لا يتوجد تعداد دقيق أكثر من 1500 إلى 3000 برميل متفجر وحاوية قذائف تفجير في سوريا تم إلقاءها على الأقل منذ بداية الصراع أكثر من 10 ألاف مواطن مدني قتلوا نتيجة البراميل منهم 400 طفل أكثر من 97% من ضحايا البراميل على فكرة هم من المدنيين أكثر من 10 ألاف مبنى على الأقل إلى 15 مبنى تعرضة للدمار الكلي منازل مدارس مساجد كنائس دور عبادة كلها أكثر الأماكن التي تعرضت مؤخرا لبراميل التفجير كانت في السفيرة في اللقصير في حلب في الشمال السوري في بعض أيضا في درعة أيضا هناك براميل لكن في ريف دمشق غالبا البراميل قليلة لأن ريف دمشق ربما يتوافر فيها مضادات طيران أكثر فلذلك القصف يكون لا يكون فقط حتى ببراميل التفجير لا بحامل الطائرات عندنا حاملة في سوريا للجيش السوري اسمها السوخوي هذه قاذفة وليس الطائرة قاذفة روسية مثل البيب 52 لكن أقل دقة ورخص منها 300 براميل على الأقل في شهر أكتوبر الماضي وسط إحصاءات رسمية هذا بريف عام عن قضية البراميل الآن نتابع تقرير لزميل نواء العادل من قلب مدينة حلب حول هذه البراميل ينظرون إلى السماء لا يعرفون كيف ومتى ستقصف الطائرة منازلهم لم تهدأ الطائرات الحربية والحوامات منذ أكثر من سبعة أيام وعداد القتلى والجرحى في مدينة حلب لا تحصى السكان هنا يفقدون أقاربهم وجيرانهم واحداً تلو الآخر ولا يملكون سوى انتظار قدرهم فلا مكان ولا قدرة لهم على الهروب من هنا ضربت صاروخ فراغي صاروخين توجهوا لهون على المنطقة بين الضارة عواد وكرم الطاحة مجازة حلب تدمرت أكثر من كل المحافظات حلب صار فيها تجمير أكثر من كل المحافظات لسه عبقوله حلب وحلب 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 حلب عبتتدمر أكثر من كل المحافظات وإلما رحت في كارسي وإلما رحت في مضروب وإلما رحت في مصابين ما حاج قطيل ما حاج دم الشعب السوري يعني الشعب السوري حاشته يمكن حاشته لو أي شعب في العالم إذا تم عنده حرب ست شهر كله بموت نحن صرنا ثلاثة سنين بدنا بقى السلام بدنا الأمان ما بدنا أكثر منه أخي أنا من هادس من سكان الحيات صلوا بيجي تقريباً عشرة أيام عبزت علينا برامين متفجلة أخي هون ما في عنا لا جيش حرب ولا في عنا مقرات أمنية ولا شي طاول عب بيستخدم كله عب بيستخدم كله ضرب كله على المدنيين أي بقيت سيارة هذا السائق يبكي سيارته التي لم يتبقى منها سوى لوحتها بعد أن حولها الصاروخ إلى رمال قبل غياب الشمس قذيفة عشوائية أخرى في حي المشهد هذه المرة يرافق فريق الغد العربي الآن عناصر الدفاع المدني الذين يقومون الآن بالتعامل مع إحدى القذائف التي سقطت للتو في هذه المنطقة في اليوم السابع للقصف المتواصل على مناطق التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب يهرع عناصر الدفاع المدني لإطفاء حريق قريب من مكان سقوط القذيفة بعد إنقاذ المصابين جراءها والله نحن وعم نشتغل في القذيفة اللي نزلت الثالثة في الحارة جاءنا نبأ أنه في حريق في منزل قريب علينا فاضطرنا أن نبعد قسم مباشر أنه يطف الحريق بالإمكانيات اللي موجودة عنه يعتقد الحلبيون بأن طائرات الموت هي المسؤول عن كل هذه الدماء والعادل الغد العربي حلب